مراحل حياتك كلها في آية واحدة بس اعلموا أن ما الحياة الدنيا لعب أول حاجة لعب اللعب هو المرحلة الأولى ودي بداية حياة الطفل عايز يلعب طول الوقت وشوية وينام تاني حاجة ولهو يكبر شوية ويبقى اللاب مش كفاية تزيد شهوة جديدة عنده وهي شهوة اللاهو واللهو هو أي شيء ممتع في الحياة وغالبا مفيش منه فايدة زي مثلا عشر ساعات ماسك الموبايل وعمال يسكرول على اليوتيوب والفيسبوك تالت حاجة وزينة وبقى الشكل الجمالي أهم شيء مش مهم الساعة تكون شغالة بس يكون شكلها شيك وجميل يقف قدام أي مراية عربية يشوف هو شيك ولا لا ما أنا قلتلك الشكل الجمالي أهم شيء رب حاجة وتفاخر بينكم كبر شوية وبقى محتاج يفتخر بإنجازاته شوفوا أنا الأول على الدفع من أفضل 40 شخص في مجال كذا شغال في أحسن مكان خريج جامعة كذا وكلها حاجات شكلها مبهر من برة وهي في الحقيقة ولا حاجة في الأخرى طالما تكبر واتمنظر بيها خمس حاجة وتكاثر في الأموال والأولاد كبر وبقى يقول شوفوا عندي عيال كتير وفلوس كتير وبقيت رئيس مؤسسة كذا وده كان الجزء الأول واللي تكون من ثلاث أجزاء في الآية دي اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد الجزء التاني بقى ربنا بيضرب لنا مثل بيوضح مراحل تطور الإنسان وحقيقة الحياة في قوله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته يعني الحياة دي زي المطر الجميل اللي هو الغيث اللي لما بينزر على الأرض تلاقي بيطلع نبات أخضر صغير وجميل يقوم الفلاحة اللي بيزرع يفرح به كلمة الكفار هنا تشير للمزارع اللي بيكفر بذرة يعني بيغطيها أو باللغة بتاعتنا يعمل لها كبر ثم يهيج يعني الزرع يكبر ويهيج ويبقى زرع أخضر طويل والثمار طلع من وراء وجاهز بأعلى الحصاد الآية بيحصل فيها تطور مفاجئ وغير متوقع المتوقع أن الآية تذكر الحصاد والاستمتع بالثمار والفكهة ولكن الآية بتاخدك لحتة تانية وهي فتراه مصفرا يعني فجأة تلاقي الزرع الأخضر الجميل بقى أصفر أصفر زي الإنسان اللي منغمس في اللعب واللهو والزينة والتفخر بالأموال والأولاد وفجأة يلاقي كل المتأة الخضرة دي بقى لونها أصفر وملهج قيمة ثم يكون حطاما كل ده بقى حطام الناس بتدوس عليه وإمته بقى التساوي صفر هي دي حقيقة الحياة وتطور مراحلها وتحولها السريع الجزء التالب من الآية الإنسان بيتفاجئ أن يوم القيامة جيه في وقت سريع جدا وقت غير متوقع وبقى في اختيارين فقط لا غير والاختيارين دول في تكملة الآية في قوله تعالى وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان يعني لإما بعد كل ده هتبقى من أهل العذاب أو هتبقى من أهل المغفرة والرضوان وقتها بيعرف الإنسان حقيقة الحياة زي ما ذكر في قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور طب لو كانت هي دي الحياة وحقيقتها المفروض عمليه هتلاقي الإجابة في الآية اللي بعدها على طول في قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله اسعوا رمغفرة وتلقائي هتلاقي الجيزة الكبيرة وهي الجنة اللي عرضها السماء والأرض لأن مش أي حد هينول الجيزة لأن الجيزة دي أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ركز أعدت لمين؟ للي فهمين حقيقة الحياة اللي عارفين إنها رحلة أصيرة وهتمتهي فجأة بدون أي مقدمات مش اللي عايشين في اللاهوة بيضيعوا حياتهم على اليوتيوب والفيسبوك واللي قاعد على الأهوة اللي مفيش منها أي فايدة غير إنك بتلعب تخيل بقى إنه هو دا اللاهو إلا أنا بقولك عليه لاهو بيضيع كتير من وقتك وعلى المدى البعيد بيضيع حياتك على الفاضي لأنك أكيد قاعد على الأهوة بتلعب أي حاجة أو بتجيب في سير الده وبتغتاب أخوك في الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا نعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيل فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور